بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلاله معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى عنوان درسنا لهذا اليوم أداب المشي إلى الصلاة وانتظارها الجزء الرابع وعنوان درسنا وموجه للصف الثالث التأهيلي تعليمات هامة في البداية يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم أجهز كتابي وأدواتي المدرسية وتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له تأكد أبطال الكتاب الذي لديك هذا هو غلاف كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثالث التأهيلي إذن مهم جدا يا أبطال تأكد من غلاف الكتاب ولا تنسى كذلك وقل معي اتفقنا اتفقنا على ماذا أن نستمر في متابعة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته وكذلك وجود الكتاب والقلم حتى نستطيع حل الأنشطة الدرس الثامن لدينا في صفحة الدرس رقم 52 بإمكان إذا لم يكن لدي الكتاب عبر كاميرا الجوال تصوير هذا الباركود وسيتوجه به مباشرة إلى رابط الدرس الرقمي الدرس الثامن أداب المشي إلى الصلاة وانتظارها الهدف العام أن يتعلم الطالب والطالبة آداب المشي إلى الصلاة وانتظارها الأهداف التدريسية أن يستمع الطالب والطالبة إلى أحاديث فضل المشي إلى الصلاة وانتظارها بشكل صحيح أن يتعرف الطالب والطالبة على معاني الأحاديث بشكل صحيح أن يطبق الطالب والطالبة ما تعلمه من أحاديث فضل المشي إلى الصلاة وانتظارها بشكل صحيح إذن النشاط الثالث تأكد أولا يا أبطال نتأكد أولا من حلنا للنشاط الذي يصبق في الصفحة رقم 55 نتأكد النشاط رقم 2 قمت بحل جميع الأسئلة من أداب المشي إلى الصلاة المشي بخشوع وسكينة الإجابة صحيحة عند الخروج من المسجد فأنا أقدم رجل اليمنى عند الخروج من المسجد هذه العبارة خاطئة من أداب انتظار الصلاة النوم في المسجد قبل الأقامة بالتأكيد قلنا يا أبطال هذه خاطئة يجب علي أن نستغل الوقت في الأذكار وقراءة القرآن إذن يا أبطال بعد ذلك مهم أن ننتقل للنشاط الذي يليه النشاط الثالث ومن خلاله يجب علي أن أقوم بكتابة العبارة من خلال مشاهدة الكلمات المضللة والكتابة فوقها ثم كتابة هذا النص أقوم بكتابة هذه عبره إذا لم أستطعك ما لا يجب علي أن أقوم بإيقاف المقطع يعني إيقاف المقطع حتى أكمل كتابة كامل هذه العبارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله إذن أقوم بكتابته أولا هذه الكلمات المضللة ثم أقوم بكتابة هذه العبارة مرة أخرى في الأسطور في الأسفل أقوم بإيقاف المقطع حتى إكمال كتابة هذه العبارة بعد كتابتنا لهذه العبارة نصل للنشاط الرابع لدينا يا أبطال هنا لدينا عبارات في العمود رقم واحد نقوم بإيصالها في العمود رقم اثنين يكون ذلك من خلال المعلومات التي تعلمتها يا بطل وكذلك أنت يا رائع في العمود رقم واحد من فضل المشي إلى الصلاة المشي بخشوع وسكينة أو زاد الأجر أو أداء ركعتين تحية المسجد أو تكفير الذنوب ذكرنا يا أبطال أن ما يكفر مما الأشياء التي تكفر الذنوب عندما أمشي للصلاة فكل خطوة تحط عني خطيئة والأخرى ترفعني درجة إذن هي تكفر الذنوب والسيئات هذا المشي عندما أمشي المسجد إذن ما هي العبارة التي أستطيع أن أقوم بإيصالها من فضل المشي إلى الصلاة تكفير الذنوب من أداء بانتظار الصلاة هل هو أداء ركعتين تحية المسجد أو زاد الأجر أو المشي بخشوع وسكينة ذكرنا يا أبطال عندما أدخل إلى المسجد دائما أحرص على أن أؤدي ركعتين المسجد لأن نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه إذا دخلت المسجد لا أجلس حتى أصلي ركعتين لأداء تحية المسجد إذن من خلال ما تعلمت من أداء بانتظار الصلاة هل هو المشي بخشوع وسكينة أو زاد الأجر أو أداء ركعتين تحية المسجد أداء ركعتين تحية المسجد أحسنتم كلما زادت الخطى في الذهاب إلى المسجد كلما زاد الأجر أو المشي بخشوع وسكينة تأكيد نحن ذكرنا أنه يزود الأجر لدينا عندما تزود الخطى في الذهاب إلى المسجد في الأخير من أداء بالمشي إلى الصلاة المشي بخشوع وسكينة المشي بخشوع وسكينة أحسنتم يا أبطال إذن الآن لدينا بعض العبارات أريد منك أن تخرج لي الأداء التي تكون ضمن أداء المشي إلى المسجد نضع أسفل هذه العبارة علامة صح المشي بخشوع وسكينة هل هذه من أداء المشي إلى المسجد؟ أحسنتم بعدها المشي بسرعة ليست من أداء المشي إلى المسجد استحباب التيامن عند دخول المسجد هذه كذلك من أداء المشي إلى المسجد ركوب السيارة عند الذهاب إلى المسجد ليست من الأداء الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج من هذه من أداء المشي إلى المسجد إذن يا أبطال سنتعلم وسنشاهد هذه المعلومات تعلمناها فضاء المشي للصلاة آدابها كذلك وآداب انتظار الصلاة من خلال ما نشاهد أريد منكم التركيز وتطبيق ما نتعلمه من هؤلاء الأبطال الذين سنشاهدهم في هذا المقطع آداب المشي إلى الصلاة وانتظارها سنلعب اليوم بعد الأشاء مباراة كرة القدم ماذا عنك يا يوسف؟ لماذا تنظر إلى ساعتك يا يوسف؟ لقد اقترب آذان العصر سوف يؤذن لصلاة العصر بعد نصف ساعة فلا تقلق كما أن أبي سوف يقوم بتوصيلنا إلى المسجد بسيارته ولكني أحب المشي إلى الصلاة لما له من فضل فضل المشي إلى الصلاة؟ نعم فإن كل خطوة ترفع حسنة والأخرى تحط خطيئة بالفعل فبحسب بعد المشي إلى المسجد يكون عظم الأجر يا الله بالطبع فإن في المشي إلى الصلاة وانتظارها بشارة بالنور التام يوم القيامة لقد تذكرت فضلا آخر وهو أن الملائكة تصلي على من يجلس لانتظار الصلاة يا إلهي لم أكن أعرف كل هذه الفضائل حسنا ما رأيكم أن نلعب بالكرة أثناء الذهاب إلى المسجد ولكن يا صديقي للمشي إلى الصلاة آداب حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الخروج إلى المسجد متطهرا مع إسباغ الوضوء أي إكماله وأيضا الخروج المبكر إلى الصلاة وفي التبكير عدة فوائد منها إدراك فضيلة انتظار الصلاة إدراك الصف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام وماذا أيضا؟ والدعاء أيضا حين الخروج من المنزل بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى الصلاة كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا وأيضا المشي بسكينة ووقار والسكينة هنا تعني الطمأنينة والتأنية في المشي أما الوقار فهو الرزانة وغض البصر وقلة الالتفات وكذلك تجنب تشبيك الأصابع في الطريق إلى المسجد وكذلك يتم تقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المسجد وتقديم الرجل اليسرى عند الخروج وعند دخول المسجد نقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج منه نقول اللهم إني أسألك من فضلك إذن يا أبطال لا ننسى أن نقوم بتطبيق ما تعلمنا في هذا الفيديو من خلال تطبيق أداب المشي إلى الصلاة وانتظار كذلك الصلاة في المسجد العديد من السنن التي تعلمناها يجب علينا أن نتحلى بها وأن نقوم بتطبيقها إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس شكرا لكم على طيب الاستماع والمشاهدة سأيت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى طبتم وطابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته